اشتركوا في القناة انا بدأت ان انا اخذ رسومات معينة عشان اعمل منها تبلوه شكله حلو للحيطة انا مقطع ثالث دواير كل دايرة فيها طبقتين طبقة سليمة والطبقة التانية مفرغة بحيث ان هي تكون تتعلق على اي علقة للمصامير او اي علقة انتو بتعلقوا عليها التبلوه بكل سهولة تبلوه سهل جدا انا كده عندي حبيبات اللولي دي هبدأ ان انا اعملها للبرواس وبكده يكون الشكل النهي بتاعه وكانت دي اول فكرة نخشها للفكرة التانية انا عملت ثلاث دواير زي ما انتم شايفين مفرغين وعندي اوماش الخيمية مبدأ كده ان انا الزق الكارتون اعمله بالشمع وبعد كده هلزق على اوماش بتاع الخيمية بكل سهولة واقصها وبعد كده هعمل لكل واحدة منهم طبقتين يعني الطبقتين هكون وش ووش التاني دهر انا كده باقصها زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا افرغها من القلب بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده وبعد كده اشيل الجزيادة تبقى كده عندي الدايرة خالصة هبدأ ان انا اقطع كده زي ما انتم شايفين علشان خاطر اتنيها على جوه بحيث انها تكون شكلها النهائي معي نظيف وبكل سهولة وثم انا بتغط بالشمع وبعد كده بقص بالمقص ولمها الجوه حاجة كده سهلة جدا مش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود خالص وستعملوا حاجة زيها زي الجهزة بالزبط اللي ادي طبعا هي الحاجات الجديدة اللي نزلها وفيه حاجات جديدة في الفيديوهات اللي جاية تابعوا ان شاء الله الفيديوهات بتاعت رمضان كلها هتكون مختلفة جدا عن اللي فادي زي ما انتم شايفين انا اهم الشي ان انا بقطع كده زي ما انتم شايفين واجبها اللي جوه بحيث ان الفنش نهائي بتاعها يكون شكله شيك جدا زيها زي الجهزة انتم مبارد ما هتبدأوا انتم تعملوها هتلاقيها سهلة معاكم بكل سهولة بتعملوها مش لو ما عندكوش مسد الشمع ممكن تعملوا بالشمع ذات نفسها بتجيبوها من المكتبة وبتبدأوا تسياحوها لو عندكم شمع او بتبدأوا تعملوها على النار بتكون سهلة جدا للناس اللي ما عندهيش مسد الشمع وممكن تعملوها بالغراء الابيض المخفف بمية برضو هتلزق هي تتعبكم شوية بس لو ما عندكوش مسد الشمع هيكون ده البديل بتاعها هي اول واحدة بس اللي هتاخد معاكم وقت وبعد كده هتحسوا ان هي سهلة جدا يعني بكل سهولة تعملوها بس هي اول واحدة هتحسوا ان هي فيها زيادات كده كل زيادات انتم شايفينها من القماش دي احنا بنشيلها بالمقص وبعد كده ببدأ ان انا اجيب طبق عملها وده كده شاكلها اول واحدة عملتها كده انا جبت التلاتة مع بعض وجبت شريتستان ولزقت عليه التلات وحدات وعملت فونوس كده زي ما انتم شايفين تلات فونوس من اللون الدهبي وبدأت ان انا ازينهم بالزبط في المنتصف علشان يكون ده شكلها النهائي بصوا مع شكلها وهي متعلقة روعة جدا حاجة بسيطة جدا شكلها روعة وممكن تعملوها من بواقي القماش بتاع الخيمية اللي عندكم وبواقي الفوم والستان نخش بقى على الفكرة التالتة معايا انا عندي دلوقتي دي علبة مشابك تقريبا هابدأ ان انا اجيب الجزء ده من الخيمية وصورة طمطم اللي انتم شايفينها وبرضو اعمل منها تعليقة او تبلوه بطريقة سهلة جدا مش هتاخد اكتر من دقيقة بالزبط بصهم انا بلزها بكل سهولة وابدأ ان انا برضو نفس الكلام اعمله من الداخل هابدأ كده ان انا الزق كده من الداخل تبلوه الاطفال الصغيرين يقدروا يعملوه ميزة الحاجات بتاعة رمضان دي ان احنا بنعلمهم ان هم يعملوا كل حاجة باديهم وبطريقة سهلة جدا وتطلع معاهم النتيجة جميلة جدا انا بصهم بكل سهولة ما باخدش يعني مجهود ولا تعب ولا اي حاجة في اقل من دقيقة هكون اعمل التبلوه واده كمان صورة طمطم هابدأ بقى ان انا الزقها من قدام في المنتصف بالزبط علشان يكون الشكل النهائي معايا اللي انتم هتشوفوه داوه حاجة سهلة جدا وبسيطة هي بتكون الصورة من الاتجاهين فانا بختار جنب منهم وعمل بيه شكلها روعة 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 جدا يلا بينا على الكارتونة اللي بعديها على طول وهننزع عليها الوراء اللي هو القماش الخيامية انا كده عندي كارتونة مربعة وهنعمل منها دلائم تقسمكم تتابعهم بالفيديو طريقة انتم عرفتوها نبدأ ان احنا نجيب الكارتون ونبدأ ان احنا نعمل قماش الخيامية عليه ونبدأ ان احنا نتنيها لجوه بطريقة سهلة جدا هنعمل اكتر من ديكور وكله مش هيكمل معاكم نص متر قماش يعني المتر بتاع القماش دوه باثناشر جنيه انتم ممكن تعملوا بنص متر اكتر من تعليقة للبيت عايزين بالمتر كامل تعملوا افكار تانية اديكم شفتم انا عملت بمترين يعتبر افكار كتير ولسه في افكار تانية برضو هتتعمل انا كده عملتها هابدأ بقى ان انا ازينها انا ازينها على الطراز العربي او البدوي شوية علشان يكون شكلها جديدة شوية عن الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده انا كده عندي دي العلاقات اللي هي بتبقى في الستائر دي اللي هي الشرشيب يقولو علي شرشيب بابدأ ان انا كده ازينها بابدأ ان انا اعملها كده برسمة معينة بحيس انها تديني نفس الشكل البدوي بالزبط العلاقات بتاعت الستائر دي طبعا عند ناس كتير انتو بتختاروا مثلا الجزء اللي هو الاسفل بتاع الشرشيب دوت علشان نعملها كشكل دليات حاجة بسيطة جدا مش عايزين تعملوها كده ممكن تعملوها ببواق الفوم باشكال معينة عايزين تعملوها مثلا ببواق عقاد عندكم سبحة الشكل اللي هي رايحكم منكم انا كده بصوم بعملها بطريقة معينة بقسمها تديني نفس الشكل شايفين انا هكمل على كده برضو نفس الحاجات اللي هي انا صاحب ديت انا هكملها فكرتها والله سهلة جدا لو مستبقى بدوستش لايك دوست دلوقتي لايك انا كده عملت كان عندي اللي هو الحبل دوت اللي هو بتاع تريكوه عملته بس بفصوص من اللوري ورشيته لون روماضي عشان يريق مع الروماضي اللي هو في الدليات وعملت أوليها من فوق عشان نعلق بيها الفكرة فكرتها سهلة جدا 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 وفي النهاية شكلها زي ما انتم هتشوفو دلوقتي وده كده الشكل النهاية بتاعها جميلة جدا حاجة بسيطة جدا عملت ديكور روعة 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 يلا بينا على الفكرة اللي بعديها كده هنعمل الكسترات انا قطعت 3 كارتين زي ما انتم شايفين كل كارتونة منهم طبقتين هعملها بفكرة حلوة جدا انا كده عندي قطع من قماشة الخائمية اخترت الدوائر اللي فيهم وقصتهم زي ما انتم شايفين كده وش وضهر الرسمة القدامانية والضهر اللي انتم شفتوه بتاع الخائمية دوتا فابدأ ان انا ألزق القطع الامامية اللي انتم شايفينها ديت وبعد كده ألزق الضهر بقى الضهر مش مشكلة اي رسمة لكن الرسمة القدامانية دي فكرتها عجبتني شوية فاخدتها عملت بيها الكستر وبعد كده الكسترات تكون انتهت بالصوم شكلهم تحفة جدا 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 لو لسه اول مرة بتتبعيني اعمل اشتراك شكرا جدا